بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني في الوحدة الثانية الإعراب الظاهر والمقدر في الأسماء إعراب الأسماء إما ظاهر أو مقدر معنى الظاهر أن الحركة الإعرابية تكون ظاهرة في الإسم لما أقول الله ربنا محمد نبينا لاحظ معي أن الضمة هنا ظاهرة في هذا الإسم وهنا ظهرت وهنا ظهرت وهنا ظهرت هذا يدل على أن الإعراب في هذه الكلمات إعراب ظاهر والأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا لكن الإعراب قد يقدر بمعنى قد تأتي بعض الكلمات ولا تظهر عليها علامة الإعراب بل تكون مقدرة عندما أقول الهدى من الله الهدى هذه كلمة اسم وقع في بداية الكلام فهو مبتدأ مرفوح لكن علامة الرفع هنا ضمة ظاهرة لا تظهر الضمة على آخر الكلمة لا يمكن أن أقول الهدى من الله إذن العلامة هنا علامة مقدرة أيضا كلمة القاضي القاضي هنا إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لا يمكن أن تظهر الضمة هنا خطأ إذن هنا الضمة مقدرة بينما هنا الهدى من الله العلامة ظاهرة القاضي عادل العلامة ظاهرة أيضا في كلمة بيتي نظيف نظيف خبر العلامة فيه ظاهرة لا إشكال لكن هنا بيتي مكونة من كلمتين الكلمة الأولى كلمة بيت والكلمة الثانية هي المتكلم بيت هذه اسم وقع في بداية الكلام يفترض أن تكون مرفوعة لأنها وقعت مبتدأ لكن أنا أنطق هنا بيتي لم تظهر علامة الرفع الأصلية هنا وهي الضمة من هنا نخلص إلى قاعدة أن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا السؤال متى يكون الإعراب مقدر من خلال النظر إلى هذه الأمثلة يكون الإعراب مقدرا في ثلاث حالات الحالة الأولى في الإسم المقصور الحالة الثانية الإسم المنقوص الحالة الثالثة الإسم المضاف إلى ياء المتكلم لاحظ معي أن هذه الحالات الثلاث هي الحالات التي ذكرتها هنا هذا اسم مقصور وهذا اسم منقوص وهذا اسم مضاف إلى ياء المتكلم نأتي في الصفحة الثانية إلى الحديث عن هذه الأسماء بالتوضيح والبيان توضيح وبيان الأسماء التي تعرب بعلامات إعراب مقدرة لا تظهر عليها علامة الإعراب المقصور المضاف إلى ياء المتكلم والمنقوص ما هو المقصور المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها هذا هو تعريف الاسم المقصور هو المختوم بألف لازمة مفتوح ما قبلها مثل الهدى الندى مصطفى مستشفى إلى آخره لاحظ معي أن هذه الكلمات تنتهي بألف مختومة بألف سواء كان شكل هذه الممدودة أو مقصور كيف يعرب هذا الاسم كيف يعرب هذا الاسم قال قال العلماء يعرب هذا الاسم بعلامات مقدرة في الأحوال كلها إذن نقول بعلامات مقدرة في حالات الإعراب الثلاثة ما هي حالات العراب الثلاثة التي تجري على الأسماء هي الرفع النصب الجر يرفع بعلامة مقدرة وينصب بعلامة مقدرة ويجر بعلامة مقدرة لو أخذنا بعض الأمثلة على ذلك نقول في هذا السياق نقول على سبيل المثال الهدى من الله كما أخذنا في المثال السابق الهدى من الله هنا رفع بضمة مقدرة لما أدخل عليه هذا المؤثر أقول إن الهدى من الله الآن هو منصوب لأنه أصبح اسم هنا مرفوع لكنه بنفس اللفظ إذن هنا مبتدى مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة وهنا اسم إن منصوب وعلى متنصبه الفتحة المقدرة وفي البثال الثالث كلنا يسعى إلى الهدى لاحظ معي حرف الجر هنا لم يؤثر على هذه الكلمة تنطق بنفس اللفظ مما يدل على أن حركة الإعراب فيها مقدرة إلى حرف جر والهدى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة أما المضاف إلى المتكلم المضاف إلى المتكلم نحو كتابي أخي بيتي جامعتي إلى إلى آخره إلى آخره كل ما كان في آخره كل ما كان في آخره ياء المتكلم مضافة إليه هذا النوع من الأسماء يعرب بعلامة مقدرة على آخره يعني آخره وما قبل الياء للياء كلمة أخرى علامة مقدرة على آخره إذن نقول في إعرابه يقول العلماء تقدر فيه العلامات في حالات الإعراب جميعها يعني لا تظهر عليه حركة الإعراب في كل الحالاته الإعرابية لو أخذنا أمثلة على ذلك نرى هذا الأمر واضحا وجلية مثلا أقول أخي كريم أخي مبتدى مرفوع على مترفه الضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بحركة المناسبة الياء هذه يناسبها أن يأتي الحرف الذي قبلها مكسور هي لا ترضى أن يكون الحرف الذي قبلها يأخذ حركة غير الكسر فهو مناسب لها وبالتالي فالمحل هنا الذي يفترض أن تظهر عليه الحركة اشتغل بحركة مناسبة الياء عن حركة الإعراب الأصلية إذن هو مبتدى مرفوع بعلامة بضمة مقدرة لم تظهر لأن المحل اشتغل بحركة مناسبة للياء أقول مثلا إن جامعة عريقة لاحظ ما هي عريقة الخبر إن مرفوع علامة عرابه ظاهرة لكن جامعة هنا التاهنة جاءت مكسورة لمناسبة الياء إذن هنا اسم إن منصوب وعلى متنصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة أقول مثلا قرأت في كتابي على سبيل المثال أقول قرأت في كتابي الكسرة الموجودة ليست كسرة حرف الجر إنما هي كسرة المناسبة هو مجروع لما تجد له كسرة مقدرة منع من ظهور اشتغل المحل بحركة المناسبة للياء أو الحركة المناسبة للياء أما الاسم المنقوص تعريفوا الاسم المنقوص قال العلماء هو الاسم المعرض الذي آخره آخره ياء آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها وهذا يجعلني أضع مقارنة بين المقصور وهذا يحدث فيه خلط كبير المقصور والمنقوص المقصور والمنقوص بينهما خلط عند كثير من الطلاب المنقوص مختوم بياء والمقصور مختوم بألف بأمثلته يمثل عليه مثلا القاضي الداعي النادي هذه كلها أسماء مختومة بياء مكسور ما قبلها هذا الاسم المنقوص لا يمكن أن تظهر عليه حركات الإعراب كلها تظهر عليه بعض الحركات بعض الحركات الفتحة يمكن أن تظهر أقول رأيت القاضية رأيت القاضية هذا ظهور للحركة إذن هنا ننبه على أمر مهم أن إعرابه يكون مقدرا فقط في حالتي الرفع والجر أما في حالة النصب فهو يأتي بعلامة إعراب ظاهرة أمثلة ذلك أقول هذا القاضي أو القاضي عادل وأقول مررت بالداعي لاحظ معي هنا مثلا القاضي هنا مرفوع على مترفعه ضم مقدرة وهنا مجرور على متجره كسرة مقدرة لكن لما أتي في حالة النصب أقول رأيت قاضية المدينة لاحظ معي قاضية المدينة ظهرت العلامة الإعرابية إذن هو مقدر فقط في حالة الرفع وحالة الجر لاحظ معي قاضي لما تكتب منفردة فإنها تكتب بهذا الشكل قاض وداع لكن لما تتصل بها ألف تكون بهذا الشكل تدخل عليها أو تعود إليها الياء هذا هو درس الإعراب المقدر والظاهر في الأسماء نراكم إن شاء الله في درس آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته